بعد مؤتمر المصلحة الليبية الذي احتضنته تونس موعد جديد لأعضاء الحوار السياسي الليبي ينتظر أن يلتأم أيضا في العاصمة التونسية هذا الاثنين وبعده الثلاثاء في الأجندة دائما محاولة لم شمل الليبيين الذين فرقتهم المعارك المسلحة والصراعات السياسية الدامية الأمم المتحدة ترعى لقاء الحوار السياسي الليبي لمناقشة تطورات الليبية أبرزها محاربة داعش وتوحد كلمة غرب ليبيا مع شرقها وأيضا تنفيذ اتفاق الصخيرات المغربية الذي لم ينفذ في شقه المتعلق بالحكومة أعضاء الحوار الليبي كانوا قد عقدوا اجتماعا تشاوريا أولا في تونس يومي السابع عشر والثامن عشر من يوليو الماضي شارك فيه فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني الاجتماع بحث وقتها سبل تشكيل جيش موحد في ليبيا والتحديات التي تواجه حكومة السراج وكذلك استئناف تصدير النفط ومعالجة مشكلة الكهرباء الأجواء التي تسبق لقاء أعضاء الحوار السياسي الليبي الاثنين والثلاثاء في تونس لا تختلف كثيرا فما زالت حكومة الوفاق في طرابلس لم تحصل على ثقة مجلس النواب في طبرق وما زالت المجموعات المتطرفة تستفيد من شقاق الغرب الليبي مع شرقه حول صلاحيات وزارة الدفاع اشتركوا في القناة